أحالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية إلى النيابة العمومية وذكرت الهيئة أن المترشح تحايل وأدل بشهادة كاذبة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي تنص عليها القانون الانتخابي ومضيفة أن المترشح أخفى جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح وهذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن الانتخابات المرتقبة في بلده يشأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه متهما أطرافا لم يسمها بتلقي أموال من الخارج والإدعاء زورا أنهم دعاة حرية وديمقراطية حسب قوله كما شدد سعيد وفقا للبيان على أن تونسيين واعون واختاروا أن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده أستاذ منذر ثابت المحلل السياسي من تونس أستاذ منذر هل القضية هي العياش في زمال أم أن القضية هي إبعاد كل ما ترشح يمكن أن يشكل خطرا على الرئيس الحالي هو في الواقع المعطيات تؤكد أن هناك يعني إقصى لعديد المرشحين لكن إقصى له حجته فمت تعليل وفمت بيان لمعطيات يمكن أن تأخذها لأنها كافية لترح عدد المترشحين واختزاله تقريبا الآن في الرئيس قيس صعيد وزهيل مغزاوي يعني إلى حد الآن هناك اتجاه نحو التقريص يبقى أن العياش الزمال على رغم أنه الآن قد أودع السجن إلى يوم الخميس تقريبا الجلسة ستكون في محكمة منوبة لأنه لا يزال مرشح للانتخابات الرئاسية بالطبع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم جملة من المعطيات في المقابل المعارضة أيضا المعارضة تعتبر أن فمت شتت عديد المرشحين منهم منظر الزنادي الذي يعتبر أن هناك بالفعل شتت هناك تجاوز لسلطة الهيئة المستقلة للانتخابات خاصة بعد القرار البات والنهائي للجلسة العامة لمحكمة الإدارية فيه نظر في فقه القضاء في علاقة بالقضاء العدي وإجراءات وأحكام القضاء العدي من جهة والقضاء الإداري ومقولة الولاية العامة لهيئة الانتخابات يعني نحن في مجال صراع صلاحيات في مجال فقه القضاء في مجال يفسح على الأقل الطريق أمام قراءات وتأويلات منها أن الاتجاه بالنسبة للوضع الراهل للانتخابات نحو طرح يعني عديد المرشحين الذين يمكن أن يكونوا منافسين حقيقيين لكن في الواقع وقع طرح عديد المرشحين حتى أولئك الذين كانوا يعني من الأقل ظهور والأقل حضور والأقل يعني إشعاع كم مرشح استبعد يا أستاذ ماندر عديد عديد المرشحين يعني هما تقريبا أنا أتحدث عن الثلاثة الأكثر شهرة لكن الثلاثة الكبار الأكثر بطبع عماد الدائمي عماد الدائمي عماد الدائمي والمنظر الزنيدي من أبرز المرشحين عبرتي في المكة أيضا كان من المرشحين البارزين بالنسبة للوزن السياسي والتحالفات لو نظرنا إلى الخلفيات لو وجدنا أن تقريبا يعني هذا الثلاث يجمع بين الطيار الدستوري والإسلاميين يعني حركة النهضة بالتالي واضح أن القراءات تذهب في اتجاه أن هناك إشكال في علاقة بهتين المدرستين بين ذفرين بين هذين الطيارين يعني أن فيه موقف معادي لهذا الطيار بالطبع الهيئة العليا تقول لا علاقة لي بالحسابات السياسية أنا أنظر في ملافات ثم تتجاوزات ثم تحالات غش ثم تحالات يعني إخفاء معطيات ماني على الترشح على رغم أن عمد الدائم منذ الحين يعني كذب وقدم صورة لتثبت أنه يعني تنصل من الجنسية الفرنسية بالطبع إلى حد الآن القول بالنسبة للسلطة الوارد هو قول غير دقيق يعني عندما نتحدث عن أموال قد تكون سربت من جهات أجنبية لفائدة أطراف المفروض أن تكون هذه الأطراف يعني معلنة والخطاب من المفروض ما يتوقعه يعني الشارع التونسي أن يكون الخطاب أكثر دقة من هي الأطراف التي تلقت هذه الأموال ومن هي الجهات الأجنبية التي قد تكون دفعت في اتجاه تقليب الأوضاع أو إفساد العملية الانتخابية في كل الحالات في كل الحالات نعلم جميعا أن ما تم منذ 2011 غير بعيد عن هذه الصورة التي تقدمها السلطة الآن يعني تسريب الأموال ومحاولة تقليب أطراف سياسية بعينها يعني أنت أمام حجتيني تكررت كثيرا منذ ما بعد 2011 في تونس حجت الانتماء إلى النهضة أو الإخوان أو التنظيمات الإسلاموية شيء الآخر فكرة التمويل الأجنبي هذه المرة إلى أي حد تعامل الشعب أنا أسألك هنا عن ردة فعل الشارع حتى وأنت في تونس هل تنطلي هذه الأشياء على الدهنية التونسية يعني هل كلما أرادت السلطان تبعد شخص تقول عنه أنه ممول أجنبيا أو ينتمي إسلامويا بالطبع يعني بالنسبة للرأي العام هناك ما أعتقد أنه تربية للرأي العام تنشئ للرأي العام بعد ربط الجنبي كل هذا وجد هذا وجد وتدخل خارجي وعمل سفارات بطريقة مفضوحة وعملية توجيه وتأثير ودعم من خلال منظمات غير حكومية ومن خلال منظمات تابعة كل هذا شهدناه في تار ربيع العربي وتخطيط الربيع العربي أنا شخصيا وكبت الربيع العربي قبل سقوط النظام يعني من غرف خارجية لكن الجديد أن الشارع حسم في التجربة الحزبية هناك وعي جديد يتشكل يحسن في التجربة الحزبية لكن أصبح يطالب بأكثر دقة يعني الشارع ينتظر عندما تعتبر السلطة نعم سيد موندر سنتابع آسف وقتي ضيق يريد أن يسمع من هي نعم أشكرك سيد موندر ثابت المحلل السياسي من طول الشكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر